ما هي العواب المختلفة التي يمكن أن تزعجك؟ اللغة صعبة قليلاً. اللغة اليونانية صعبة. مثل العربي أيضاً. بالنسبة لهم العربي صعب. لكن الإنجليز يحل الحكاية قليلاً. لكن اليوناني صعب. أنا أسمع مزيكا يوناني قليلاً. لكن اللغة أيضاً كان لغة صعبة جداً. يوجد مخارج ألفاظ مثل العربي. الحكاية صعبة قليلاً. كتبت ثلاث كتب. الكتاب الأول كان عن المحترفين المصريين خارج مصر. الكتاب الآخر كان على الكابتن محمود الجهري. و هذا الكتاب الثالث الذي نتكلم عنه. سأتكلم عن الكتاب الآخر. كلمني قليلاً عن شخصيته؟ أو أهم ملامح الكتاب التي أốcمر ذلك كذلك عنه؟ كبتن محمود الجهري. أنا أرى أنه هوية الكرة المصرية. في أجيال كتير طلعت على اسم الجهري يعني إحنا طلعنا شوفنا كابتن محمود الجهري مدير فني منتخب مصر شوفنا منتخب مصر بياخد أمم أفريقيا 98 مع كابتن جهري شوفنا كاس علام 90 فكابتن جهري بالنسبة لنا كمان يعني أنا بالنسبة لي كان متخصص في الصحافة الرياضية أو في كرة القدم أنا بشوف أنه أفضل أو أفضل يعني أعظم مدرب مصري ومدرب عربي وأفريقي هو محمود الجهري لسبب يعني طبعا عندنا مدربين كتير عملوا إنجازات وعندنا أسامي كتير لكن كابتن محمود الجهري كان مدرب متكامل وكان عنده شغف بالكرة وكان عنده كمان شعبية كتيرة كبيرة جدا لأنه كان بيحب التدريب لأنه هو كمان كان رابط نفسه دائما بمنتخب مصر كان كابتن محمود الجهري الوحيد اللي قدر ينجح في كل محطته في التدريب كان في الماتشات واحنا أعتقد أن إحنا بقى جيل الجهري يعني إحنا كان في الماتشات بيشجعه الجهري يعني يبقى اللعيب هو اللي جايب الجون وإلعب يا جهري يعني كان في الماتشات بيشجعه الجهري على الرغم أنه مش هو اللي بيلعب هو المدرب مدرب الوحيد اللي تهتف باسمه أيوة يعني مدرب الوحيد اللي الجمهور هتف باسمه في الشوارع كمان صح مع كس العالم 90 قبل ماتش يعني ماتش جزائر بتاع الصعود كان الجمهور في الشارع بيهتف جهري جهري صح الفكرة كمان أنه محمود الجهري قدر أنه يقدم أجيال لكرة القدم المصرية مش جيل واحد يعني هو اللي عمل جيل 90 هو اللي اختار اللي عيبة دي كلها هو اللي عمل الجيل اللي صعد كاس العالم هو بعد كده اللي طور الجيل ده بجيل 98 وقدر ياخد أمم أفراقيا وعمل جيل في النص بتاع 92 اللي صعد أولمبياد برشلونا 92 وخد بطولة كاس العرب اللي أخدها منتخب مصر سنة 92 وده بالإضافة لتجربته في الأردن طبعا تجربة الأردن دي اللي هي خلاصة خبرات كابتن محمود الجوهري أنه يقول أن أقدر أأسس منظومة كرة قدم محترفة فقدر يعمل ده في الأردن أخد الأردن بره التصنيف وصلت أن الأردن أعلى تصنيف في تاريخ منتخب الأردن كان مع كابتن محمود الجوهري في 2004 كانوا 34 على العالم ما تكررتش تاني وأعتقد أنها صعبة تتكرر وبتمنى طبعا كل التوفيق للكرة الأردنية والحقيقة أنا مبسوط بتجربتهم كل أنه هم كمان بيحترموا إرث الكابتن محمود الجوهري عندهم وما زالوا بيدوروا على محمود الجوهري الجديد مازالوا بيدوروا على محمود الجوهري الجديد لأنه هو اللي عمل منظومة كرة القدم المحترفة في الأردن للمنتخبات وحتى للمسابقات المحلية عندهم والبراعم وكتشاف المواهب حتى الكرة النسائية في الأردن كابتن محمود الجوهري هو أساس كل الشغل اللي تعمل في الكرة الأردنية النجاح اللي عمله كابتن محمود الجوهري بأنه يوصل كورتر فاينل أمم أسيا مع الأردن اللي عمرها ما كانت صعدت أمم أسيا حتى فينال غرب أسيا قدروا أنه ينافس في تصفيات كاس العالم يعني أنا شايف أنه طبعاً تاريخ كبير حاجة مختلفة وإنجازات كتير وفي مجال محبوب جداً ونجاحات كتيرة جداً جداً